انا انا خلاص قررت اقفل القناة بس قبل ما مقفل عايز اقول لكم حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموسيف طلعت وقالت حاجة مهمة انا ما عاد انزل اي فيديو عن اليوتيوب بس حابة اني لكون شغلة الاشارة دي معناها انها بتتعرض لتهديد او عنف اسري فاحنا قدام حاجة من الاتنين يا اما انها فعلا مهددة وساعتها مش عارف اي ايميت الفيديو بالنسبة للي بيهددها انا عايزة تبطل يوتيوب خلاص مفيش يوتيوب ايه لازمت انها تطلع تقول ان انا مش هعمل يوتيوب يا اما الموضوع اليسارة الجدل صحيحة اموسيف عندها خمسة مليون مشترك في ثلاث سنين بس لما تبص على قناتها دلوقتي وتلاقي انها بقت ستة مليون يعني زادت مليون في اسبوع فخلينا نفكر شوية واقولك ان من سنتين اموسيف طلعت وقالت برضو ان هي هتقفل القناة هذا اخر فيديو اللي بقناتي انا هنا بنوارلك بس ما بقولكش هي صحة ولا غلط لكن بعد اشارتها اللي ماينفعش تطلع ما تعرفش معناها اكيد هيتم التحقيق وهيتقدم لنا مزنب وهنعرف ما الايام مين واموما في فيديو جديد عشان الناس تطمن على اموسيف انتو عائلتي وحبايبي سؤالكن عني خلصني من قصة كبيرة بخبركن عنا بس لتخلص يعني هي بخير الحمد لله والمشكلة اللي كانت تتكلمت عنها غالبا تحلت ومع الايام هترجع تاني لليوتيوب حيب هو مين في اليوتيوب قال انه هي في القناة ومقفلش كررت ان انا مش عام فيديو هات تاني دول اخر فيديو هتشوفوه لنا هقفل القناة بتاعتي كلها غايكون اخر فيديو قناتي اخر فيديو غايتلاح في القناة دي داني يا جماعة اخر فيديو لي على القناة كل اللي سمعتوم دول بعد الفيديو ده صورو تاني عادي الوحيدة اللي قالت مش هصور وصدقت هي هي لغزاني يعني هذا اخر فيديو بنسله على قناتي الفيديو ده كان اخر فيديو على قناتها من ثلاث سنين لانها بقت سفيرة الامم المتحدة للتغيير لكن مش معنى كلامي ان كل اللي على اليوتيوب كذبين طبعا اكتر فيديوهات اصارة للجدل الاثنين ولازم تلاقيهم في اجلب القنوات خلق الحجاب وغلق القناة ودي فيديوهات اصحابها بيحبوا يشوفو هم عند الناس غاليين ولا لا فمش دايما بيبعصدهم سيئ تمان الفيديوهات دي بتعمل رفريش للقناة تشوف اي حد مهما كانت قناته كبيرة لو التفاعل قل عنده وعمل فيديو مسير للجدل التفاعل بيرجع تاني لكن هل فيه كذب قذر؟ ايوا سيادتك فيه كذب قذر لما تطلع تقول ان انت عندك السرطان وتحلع شعرك وتتصور يبقى انت عندك مرض قلعا من السرطان السرطان اللي لما بنعرف ان حد جاله وبنقول جاله المرض الوحش لكن انت ما عندكش مشكلة تتاجر بيه يا ام الشهرة اللي تخلي الواحد يعمل كده لا سواني انت عمل تيتيت ليه يا امي لان الناس بفهمنا جلط عدة تاني يا اخي ام الشهرة اللي تخلي الواحد يعمل كده في القناة حتى لو مترتبة متعتبرش كدب لانها بتقدم محتوى الناس عايزاء فعموما ازا وصلت معي لحد هنا فانا باشكرك جدا واستنت عليها بتحت الفيديو وما تنساش بقى تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة وشير ويا ربي دايما اشوفكم بكيرا